تتعرض الكثير من السيارات للسرقة من قبل لصوص يستعملون أحدث أساليب السرقة في سرقة هذه السيارات ووصلت إلى اختراق أجهزة الحاسوب المحمول والهواتف الزكية وأصبحت السيارات أكثر عرضة للسرقة من خلال التحكم في الإشارات الخاصة بها ويعتمد اللصوص حاليا على محاولة التقاط الإشارة القهربائية المنبعسة من مفاتيح السيارة لأجل سرقة السيارات وفقا لما جاء في صحيفة الديلميل البريطانية وأقدم إلى الجميع من خلال قناتي كل جديد حول العالم نصيحة من بعض شركات السيارات حتى لا تتعرض سياراتكم للسرقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظرا لتكرار حوادث سرقة السيارات ولأن اللصوص أصبحوا يستخدمون أحدث أساليب السرقة من استعمال التكنولوجيا الحديثة فقد نصحت العديد من شركات السيارات مالك هذه السيارات بوضع قطعة من ورق الألومنيوم أو الفويل على المفاتيح دائما لأن بكل بساطة عند فعل هذا الأمر يصبح من غير الممكن أن تغادر الإشارات نطاقها الضيق وبالتالي لا يستطيع اللصوص الحصول على إشارة هذه السيارة ومن ثم لا يتمكنون من سرقتها وتسمح هذه الحركة البسيطة بالتحكم في السيارة وعدم اختراقها من قبل اللصوص الذين يستخدمون أحدث الأساليب رغم كل الاحتياطات التي يقومون بها والمحاولات التي تبوء تباعا بالفشل في كل مرة بسبب هذه الحركة البسيطة وإذا أراد السائقون أن يزيدوا حماية تلك المفاتيح فإن عليهم أن يضعوها في محفظة خاصة تستطيع عزل ما في داخلها عن المؤشرات الكهربائية والمغناطيسية من الخارج وينصح خبراء سيارات أيضا بمحاولة تجنب استفاف السيارة في الأماكن المظلمة والحرص على مراقبتها من حين لآخر لحمايتها من السرقة ومن اللصوص بقدر المستطاع كانت هذه معلومة بسيطة عن سبب وضع ورق الألمونيوم أو الفويل على مفاتيح السيارة وكيف نحمي سيارتنا من السرقة من قبل اللصوص أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة